اردوغان بقى بيقول الحل في ادلب هيكون من سحاب النظام لحدود سوتشي اللي اتكوا عليه يرجع ليه الخطوط الخاضرة اللي اتكوا عليه وبيقول النوم في سلام اردوغان النوم في سلام حرام علينا حتى تخليص سوريا من ظلم النظام والمنظمات الارهابية والله العظيم والله العظيم هذا الرجل فاجر هذا الرجل فاجر بيقول النوم في سلام حرام يعني اللي ينام حرام عليه لغاية ما نخلص على النظام السوري النظام السوري كان شوفوا يا ريتي يا فريدة جبيني سورة أردوغان وأمينة مراته وبشار الأسد وأسماء مراته وهم برضو عملي أزولب مع بعض وسعداء جدا جدا عيلة مع بعضينا أسرة مع بعضينا كان قاعد مع أردوغان مع بوتن بيأكل آيس كريم وشوفوا ما كان قاعد زمان كان بيكلم بشار الأسد الأخ والصديق والرفيق بشار الأسد وبروحوا يلعبوا كرة مع بعض على الحدود نوع من التودد وكان بيقعد يجيب مراته وده يجيب مراته يقعدوا مع بعض بالوقت بيتكلم بيقول النوم في سلام حرام علينا إذا لم نتخلص من النظام السوري إيه النفاق اللي إحنا فيه إيه الرعون اللي إحنا فيه إيه الحماقة اللي إحنا فيه إحنا ليه ما بنركزش في الموضوع